مشاهدين الكرام. كشفت تنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن وفاة المعتقل المصري قباري جودة عبد الحميد محمد داخل محبسه بسجن برج العرب الإسكندرية. مؤشرة إلى عدم الإعلان عن سبب الوفاة. خاصة أن أسرته تؤكد تمتعه بصحة جيدة. وعفقا لبيان التنسيقية فقد اعتقلت قوات الأمن المصرية قباري جودة منذ يوم 6 نوفمبر عام 2015 على زمة القضية رقم 18 لسنة 2017 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بتنظيم البلاعات. وذلك بتهمة سد بلاعات الإسكندرية وقته طول الأمطار. من ناحية أخرى قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة بتخفيف الحكم على اللبنانية مونى المذبوح إلى الحبس السنة مع إيقاف التنفيذ وتأييد الغرامة. وكانت محكمة مصرية قد قضت بحبس المذبوح ثماني سنوات بتهمة الإساءة للمصريين. وسبهم بعبارات خادشة وألفاظ يعاقب عليها القانون عبر شريط فيديو. بثته عبر صفحتي على الفيسبوك بعد تعرضها للتحرش في مصر. وكانت وداد المصري والدة السائحة مونى المذبوح قد قدمت مع والدها اعتذارا للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي عما بدر من ابنتهما. كما شكرت القضاء المصري على ذلك. عودة لضيف من أسطنبول الأستاذ هيثم أبو خليل. ابتداء فيما يخص مقتل أو وفاة المعتقل قباري جودة تعليقك على هذا الخبر أستاذ هيثم. الأستاذ الفاضل قباري جودة أنا أعرفه شخصيا أنه من أحد الرموز الوطنية والشخصات العامة في الأسكندرية. هو يعمل مدير عام في شركة الأسكندرية الإطارات. وتم اعتقاله منذ حوالي ثلاث سنوات تحديدا في نوفمبر 2015. والمسخرة والمهزلة التي نحن من أحيانها أنه تم اعتقاله على زمة قضية عسكرية التي عرفت بتنظيم البلعات. أن جماعة الإخوان المسلمين يعني سبب غرق مدينة الأسكندرية ووصول الأمطار الأكثر من نصف متر. أن جماعة الإخوان المسلمين سدت البلعات بالخارصانة. اللعبة القديمة الجديدة أن أي حاجة شايلها للإخوان أي حاجة في سيناء شايلها للإرهابيين الوهميين. أي حد بعد كده سواء عسكري أو حتى مناسبة دولية يبقوا متعاطفين ومتعاطين. أباري جودة رجل المهندس محترم. لديه أربع من الأبناء. اعتقال طبعا قضية ملفقة. وحتى زي اللحظة لم يصدر بيان راسمي من الداخلية. يتمتع بكامل صحته وليقته. خمسين سنة. لم يشتكمل أي أمراض قبل كده. ولكن كل يوم عندنا في مصر في أحداث. النهاردة لم نفيق من صدمة استشهاد أباري جودة. النهاردة 11 واحد قالوا علىهم أنهم إرهابيين قتلوا في شمال سيناء. وبعد كده شفوا جدًا أن هناك واحد منهم اسم محمد شهين. متبلغ عليه أنه المختفي قصريا من 25 يولو 2018. يعني الرواية كلها ملفقة. يعني الشهداء كلهم الذين قتلوا في سيناء. ليس تغفرين ولا إرهابيين. ولكنهم شهداء. هايثم أبو خليل الإعلامي والناشطة الحقوقي. أشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر Skype من Istanbul.